خلينا نقول انه مصر مش سكتة من اول لحظة من 7 اكتوبر لحد اليوم ده بتحاول ان هي تكثف جهدها طول الوقت برا وبحرا طب امتى برا وامتى بحرا برا لما بنقدر ان احنا نوصل المساعدات للمكان اللي فيه فعلا احتياج حقيقي وطبعا عندنا اولويات طيب امتى نعمل اسقاط جوي في منطقة زي شمال غزة مثلا مستحيل ان حد يوصلها بسبب ان البنية التحتية تم تدميرها بالكامل وبالتالي بيحصل اسقاط جوي على شمال غزة بنحاول ان احنا ندخل كل المساعدات اللي نقدر عليها لحبيبنا واشقائنا واهالينا في شمال قطاع غزة وهي يمكن اكتر المناطق اللي اضررت زي ما انتوا شايفين عملية الابرار الجوي والاسقاط الجوي على المنطقة اللي بحتاجة مساعدات في شمال غزة وكمان عايزين نأكد انه ده بالتزامن وبالتوازي مع جهود مصر الحتيثة على المستوى السياسي مع كل الاطراف المعنية بالقضية الفلسطينية في محاولة ان احنا نوصل لحالة من الهدنة والتهدئة وخصوصا قبل شهر رمضان المبارك طبعا كمان في مصر بتقيم معسكر تاني للنزحين في خان يونس وكمان مصر بتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لإقامة معسكر وقت ثالث كمان للنزحين ده شمال محافظة دير البلح ده داخل قطاع غزة كمان مصر بتستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري ودي هتبقى أول مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة أخيرا بهدف إغاثة وإيواء وعلاج ألاف الفلسطينيين نازحين بفعل العدوان الإسرائيلي البشر الحقيقة طبعا فيه جهود بلوماسية طول الوقت لاستقناف مباحثات الهدنة بالقاهرة بمشاركة كافة الأطراف أمريكا وقطر وإسرائيل وحماس والتأكيد على جهود مصرية الحقيقة للوصول الالتفاق للهدنة قبل شهر رمضان يا رب يا رب يا رب يا رب يعني دي شهر طبعا يعني حتى الأشر الحرم ما كانوا بيرحموا حد وكانوا في قتلوا في مجازر بتحصل نتمنى إن شاء الله السلام يا عم المنطقة بإذن الله يا رب يا رب إن شاء الله